الجمهورية محافظ القاهرة إزالة العقارات أسفل جبل الدويقة وشقق بديلة للمستحقين أكد الدكتور جلال مصطفى محافظ القاهرة ضرورة إزالة العقارات المقامة أسفل جبل الدويقة ما بين حارتي المأذون ومحمد ثابت خوفا على حياته وسلامة المواطنين وأكد أنه سيتم تعويض قاتني المنطقة بوحدات بديلة في 6 أكتوبر لحين الانتهاء من بناء 500 وحدة سكانية في المقطم لنقل سكان المناطق الخطرة إليها دون اللجوء إلى ترك أماكن معيشتهم التي يعتادوا عليها